استقبل وزير الخارجية سامح شكري كبيرة منصقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجرات كاخ وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب وأوضحت وزارة الخارجية أن منقشات الوزير الشكري والمسؤولة الأممية تناولت الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتقييمات ذات الصلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع وأكد الجانبان حكمية زيادة تضفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافي يلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع وفي سياق المتصل أكد شكري دعم مصر لدور المنطب بالمسؤولة الأممية وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتمكنها من أداء مهمها مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسؤولة الأممية من جانبها عربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ديبلوماسيا من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن فضلا عن تسهيل استخدام معبر رفاح لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع ترجمة نانسي قنقر